اشتركوا في القناة شكرا لك إسلام كنا نتمنى أن نستقبلك هنا في قناة الشروق الإخبارية والمنتخب التونسي يكون قدم مباراة جيدة ونتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيني لكن معلش المهمة المباراة الودية سيستفيد منها التوانسة كما نقول تحسبا لكأس العالم 2022 أولا إسلام كيف ترى هذه النتيجة قاسية نوعا ما ثقيلة نوعا ما قبل كأس العالم 2022 بقطر كيف ترى المنتخب التونسي أو نستطيع القول بأن هذه المباراة ليست مقياس لقوة تونس أو لنقاط ضعف تونس أو لنقاط الإيجابية بالنسبة للمنتخب التونسي هي عائقة ليست قاسية نوعا ما وليست ثقيلة نوعا ما بل قاسية جدا جدا وثقيلة جدا جدا يعني تقريبا كنت هزيمة أوكي كنا نتفر لهزيمة من المنتخب بقيمة وحجم المنتخب بالبرازيل الذي يملك لعبين مميزين ينشطون في أعطى وأفضل الفرق الأوروبية لكن حقيقة الأداء المنتخب كان مخيب لكل أمال التونسيين أيضا شاهدنا مردود سيء جدا يعني في بعض الحالات يمكن أن لهم لاعب أو اثنين أو ثلاثة على أصل تقدير لكن في مقابلة يوم أمس ضد المنتخب البرازيلي تقريبا نستطيع لهم جميع اللاعبين لكن إسلام ماذرة هل يمكن للشعب التونسي هل يمكن أو هل يؤقل لوسائل الإعلامة التونسية أيضا أن تنتقد المنتخب أن تنتقد المدرب أن تنتقد اللاعبين بعد مباراة أمام منتخب برازيلي عملاق وقوي ألا نستطيع القول بأن البرازيل هي من كانت أقوى بكثير والمنتخب التونسي لا يملك إلا أن ينهزم بتلك النتيجة بكل صراحة شفنا المنتخب البرازيلي هذا متفق فيه معك لكن قبل ثلاثة أيام فيزل منتخب برازيلي قدام في مباراة مع منتخب غانا تقريبا ثلاثة أهداف لو انهزمنا ثلاثة أهداف ضد منتخب برازيلي كانت كل نتيجة مقبولة يعني خمسة يعني في قوة القدم في كل الحالات خمسة هي نتيجة ثقيلة وهي فضيحة حتى لو كان المنتخب المنافس اسمه البرازيل لكن بخلاف النتيجة إبراهيم بخلاف الخمسية اللوم على اللاعبين ما شفناهش روح ما شفناهش رغبة في الفاوز ما شفناهش حب الانتصام ما شفناهش اللاعبين يحبوا وذيروا ويقدموا شيء لأنفسهم قبل ما يكون للشعب التونسي نعم إسلام يبقى معنا نستعرض سويا خبر مهم جدا يتعلق بمباراة تونس والبرازيل لأن استنكرت الاتحادية البرازيلية لكرة القدم حادثت رامي موزة على لاعب منتخبها ريشار ليسون خلال المباراة التي جمعت المنتخب التونسي وأيضا البرازيل التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس مساء الثلاثة وسجل ريشار ليسون الهدف الثاني للمنتخب البرازيلية خلال المباراة التي انتهت لمصلحة نجوم سامبا بخمسية مقابل هدف هذا وأظهرت صور التلفزيون بوضوح إلقاء موزة بالقرب من ريشار ليسون خلال احتفاله بهدفه وذكر الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان مقتضب للأسف بعد الهدف ألقيت موزة على أرضية ملعب باتجاه ريشار ليسون الذي سجل الهدف الثاني للبرازيل وأضف البيانة الاتحاد البرازيلي يؤكد موقفه في مكافحة العنصرية ونبذ كل أشكال التعصب نعود إلى ضيفنا مباشرة من تونس إسلام المؤذب يعني بيان الاتحادية البرازيلية يخيل لي وكأنه بيان ضد أحد المنتخبات أو أحد المشجعين العنصريين الأوروبيين هل يعقل أن تحدث حادثة كهذه وهل يعقل للاتحاد البرازيلي أن ربما يصف هذه الحادثة بالعنصرية مع مشجعي المنتخب التونسي الذي يعني معروفون أيضا التوانسة وأنهم مشجعون كرة القدم وعندهم روح رياضية كبيرة زميلة العزيز تقريبا ليس الاتحاد البرازيلي فقط كل وسائل العالمية كانت حدثت عن الحادثة هذه أيضا منذ قليل فريق تنهام الإنجليزي اللاعب نفسه على انستغرام قال أحمد الله أني لم أشاهد الموزة وإلا كانت ردد فعلي تكون بطريقة مغايرة على كل بي خلينا نكونوا متفقين في البداية أنه اللقطة لا يجب أن تكون هي لقطة تقريبا خلينا نقوله فوضوية لكن لا يجب أن تعمم إسلام اللقطة ربما لقطة منفردة فقط لا لا نحب أن نقول شيء أخرى فقط أنا عندي قراءة أخرى لللقطة صحيح لم أكن في الملعب لكن تقريبا أغلب التونسيين تقريبا بنفس بشرة ريشال يسون يعني لا يوجد نسبة مئوية بالضبط لكن 80% تقريبا من التونسي بنفس لون بشرة ريشال يسون نحب أن نقول في اعتقادي أن اللقطة لم تكن عنصرية بتاتا هذه قراءة مني أنا تقريبا اللاعب لما تجهل الجماهير التونسية كان يستفز الجماهير التونسية باحتفال نوعا ما نحن نحن قليلا سخان التونسية والتونسية لا نقبلوش مثل هذه الحركات تقريبا اللاعب تم قفه ببرشة مقذوفاته وهذا ما يشنبرق قول هذا غير مقبول وسلوك هماجي لكن ممكن يكون الشخص في يده موزة رماها يعني ما يش في تفكيره أنها تكون عنصرية لما يجب ذهب به في الحالة يعني فقط في يده موزة رماها بتصرف كأنه إرماد قروة مياه أو شيء من نهار القبيل يعني في اعتقادي لم تكن عنصرية بتاتا خاصة كما قلت لك أغلب التونسة يعانيوا في العنصرية يعني إذن كنا في الملعب هما في ملعب حريقة الامراق في فرنسا تقريبا هما يعانيوا من العنصرية من الأوروبيين يعني ما اعتقدش أنهم بش يكونوا عنصريين توجه اللاعب يحملون نفس لو مباشرة وغيره نحب نأكله إسلام المؤدب الإعلامي التونسي كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك شكرا واصلوا نشرتنا رياضية مشاهدين الأعزاء بعد استماعنا للإعلامي